السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح ونحل مع بعض نموذج فروض الفصل الأول بالنسبة لتلاميذ سنة أولى متوسط لمازال مداروش الفرد مع لكم غير تبعوا معايا نبدأ على بركة الله في هذا الموضوع بسم الله نحن رابط تحميل الموضوع رح نتلقاه في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت كلكم مرحبا اسمي عمر عمري 11 سنة أنا من الجزائر وأسكن في بسكرة كلكم أنا تلنيذ في متوسطة زيغود يوسف لوني المفضل هو الأزرق أحب بلدي How about you؟ قلك ماذا عنك أنت؟ My best regard مع تحياتي إذن هذا النص قصير كما لكم تشوفوا وبسيط فيه عمر عرفنا بنفسه اذكر الصين انتاعه منين هو وين يسكن ووش يدير في حياته اسمي متوسط انتاعه ولونه المفضل إذن النص كيعدها كقصير أقرأوه ثلث مرات على الأقل باش تقدروا تفهموه وتقدروا تجاوبوا على الأسئلة reading comprehension التالية Task 1 Complete the chart The chart ولا the table اللي هو الجدول اللي راهوا أمامكم عدنا name Age City Country Favorite color هذو المعلومات الخاصين بعمر تستخرجهم من النص التمرين الموالي Color the correct answer الجواب الصحيح تلونه عمر is a teacher ولا a pupil عمر is 10 ولا 11 عمر is from Algeria ولا from England الجواب الصحيح تلونه التمرين الثالث Find the synonyms in the chart ولا in the text عفوا تشرحوا كلمة I am وتشرحوا كلمة high تلقوا لهم المفردات التمرين الموالي Supply the punctuation and capital letters punctuation اللي هي الفاصلة النقطة والعلامات الخاصة بالاستفهام أو التعجب والcapital letter معنتها الحرف يكتب كبير أين يكون ضروري Hi هنا hi بعدها داروا الفاصلة هنا خطأ مطبعي من الحق أنتم لديروا الفاصلة ماشي هما My name is Amin I am from Algeria Complete by am is ولا are عمر الفراغات بالخيار المناسب My name كريم I 13 years old They Leena and Sammy My friend and I Happy هنا حوسوا فراغ وش يجي فيه بالضبط التمرين الثالث Classify the following words according to the right sound عندكم أربح كلمات رايحين تحطوهم في الخانة المناسبة على حسب النطق تحهم اللي هو I ولا آية ركزوا مليح أقرأوا الكلمات ونبات صنفوهم نروحوا للوضعية الإدماجية written of expression Your friend عمر wants to know about you صديقك عمر راهو حاب يعرف عليك Introduce yourself رايح تعرف نفسك كما دار عمر ونبحثوها العمر رايح تكتب حول name, age, country, school, city وclass رايح تذكر اسمك العمر انتاعك بلدك وين تسكن اسمك ومدرستك هذا كامل تدروهم في وضعية قصيرة وبسيطة تبدوها بhello وتكملوا الشرح ولا التعريف انتحكم هذا ما كان وضعية قصيرة وبسيطة تعرفوا فيها بأنفسكم إذن هذا هو الموضوع الآن معلكم غير توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم في ورقة مسودة وتلاميذ اللي حملوا الموضوع حاولوا فيه ثم قرنوا الإجابة نتاحكم بالإجابة الموجودة في الأخير تبعوا معايا لآخر الفيديو متشوفوش الجواب حتى تحاولوا فيه في الموضوع إذن هنا عدنا نيم عمر ثم شرحنا كلمة آم لآيام وهي my name is وهي شرحها هو hello التمرين الموالي عدنا hi capital H كما my name is امين capital I full stop I am from Algeria capital A full stop التمرين الثاني عمرنا الفراغات my name is كريم I am 13 years old they are لينا and سامي my friend and I are happy التمرين الثالث عدنا play وday in I وعدنا hi and my in I pronunciation شوفوا الآن الوضعية هنا كل واحد يتحدث في الوضعية عن المعلومات الخاصة به هو هذا فقط مثال hello my name is ايات I am 11 years old I am from Algeria and I live in Algees أنا من الجزائر وأسكن في العاصمة I am a pupil at first November middle school class 1 MS 2 تذكر متوسط انتاك وتذكر القسم انتاك my favorite color is pink nice to meet you هنا درنا my favorite color كإضافة فقط ولا مدرتوهاش عادي المهم أنكم تتقيدوا بالمطلوب في كتابة الوضعية nice to meet you اللي هو صورت بمعرفتك إذن هذا هو الموضوع نتمنى شاء الله أنه هذي الفيديو تفيدكم وتستفادوا مع لي أغنقلكم قوة على خير ربي وفقكم وينجحكم إن شاء الله نتمنى 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 شاء الله